وقعت صباحة اليوم في حوالي الساعة الثامنة واربعة وعشرون دقيقة هزة أرضية بولاية جيجل بشدة بلغت 4.9 على سل ميريشتر تسببت الهزة الأرضية في حدوث حالة من الهلع والخوف وسط سكان المنطقة روميسا ماكسان سيقظ سكان ولاية جيجل على وقع هزة أرضية قدرت بأربعة فاصل تسعة درجة على سل ميريشتر شمال شرق منطقة العوانة بالولاية على الساعة الثامنة واربع وعشرين دقيقة وحسب مصالح الحماية المدنية وبعد جولة استطلاعية بالمنطقة لم يتم تسجيل أي خسائر تذكر الهزة شعر بها سكان ولاية بيجايا قسانطينا ميلا سطيف وسكيكدا هذا وتسببت الهزة في حدوث حالة من الهلع والخوف وسط السكان وتعد هذه الهزة الرابعة على التوالي بالمنطقة منذ بداية سنة الفين وعشرين حيث سجلت هزة أرضية يوم السابع جنفي الجاري قدرت شدتها بثلاث درجات فاصل أربعة على سل ميريشتر على بعد سبع كيلومترات شمال ماليبو ثم الهزة التي سجلت بتاريخ الخامس عشر جنفي وقدرت شدتها بثلاث درجات على سل ميريشتر تحدد مركزها بثمان كيلومترات شمال أوقاس ثم هزة أرضية أخرى يوم السابع عشر جنفي قدرت شدتها بثلاث درجات على سل ميريشتر على بعد تسع كيلومترات جنوبي غربي درجينا مما يدل على أن المنطقة تشهد نشاطا زلذاليا كثيفا حسب بيان لمصالح الحماية المدنية